قبل ما الأهلي يبدأ مباراته مع الترجي فهيكون معروف مين الطرف الأول اللي تحدد بالفعل وصوله لنهائي دوري الأبطال وفي ظني طبعا يعني برضو عشان تبقى الأمور واضحة وصريحة اللي بيسعى للبطولة ما بيهموش هو راح يلعب مين ولا راح يلعبه فين ده شيء بديهي إذا كان أنت عندك رغبة في التتويج تقبل الترجي، تقبل الوداة، تقبل سانداونس، تقبل كايزر شيفز أنت هدفك محدد وبتبذل كل ما عندك أقصى ما في وسعك عشان توصل لهذا الهدف مش هيفرق معك مين يقف قدامك لكن أنا اللي بقوله بس أنه في حالة تقاول كايزر شيفز بتهيأ لي أنه الدفع موجودة كده كده يعني أنك أنت تتوق بطول الدوري لأبطال موسمين على التوالي دفع حد ذاته دفع مهمة جدا لكن أعتقد كمان وجود كايزر شيفز هيكون مريح بالنسبة للنادي الأهلي في النهاية اللي هيقام أو هتستضيفه المغرب الشقيق وبالتالي بيتها هيالي ممكن كمان تزود من حتة الدوافع عند الفرقة النادي الأهلي عايزة أستعرض مع حضراتكم مشوار للفرقتين وفي المشوار معلش بقى هأفوت كلم شوية لأنه في أوقات كتير جدا ممكن يبقى فيه يعني مطباط فيه تراجع في المستوى فيه تراجع في النتائج وفيه جزء كبير اتعود على المكسب وجزء كبير معندوش مساحة من الصبر فبالتالي بيأتاك بيهجم على طول في اللحظات اللي زي دي محتاجة أرجع معاكوا بقى فلاشباك ونشوف ممكن الهجوم في الوقت ده كان ممكن يبقى له أصل سل بيعمل ازاي نبتدي مشوار النادي الأهلي الأهلي في البطولة دي لقى بـ 11 ماتش قدر يحقق الفوز في 7 ماتشاط وتعادل 3 ماتشاط وخسر مباراة وحيدة يعني أعتقد أنه سجل محترم جدا على مستوى الأهداف فلت النادي الأهلي سجلت 20 هدف واستقبلت 6 أهداف فقط لغير في الدور الأول طبعا فوزنا على سوني داب زهابا وقيابا 1-0 في النيجر و4-0 هنا 5-0 يعني مجموعة الماتشين بعد كده القرعة وقعتنا فيه المجموعة الأولى مع سيمبة الحقيقة يمكن خلينا أقول أنه كان الحصان الأسود لنسخة دوري الأبطال الحالية معا فيتا كلاب من الكونوب ومعانا طبعا المريخ السوداني في نفس المجموعة وكان مشوار دور المجموعات الأهلي يمكن مش في أفضل حالاته ونتائج يمكن ما كانتش على مستوى طموح الجماهير وعشان كده بقول لحضراتكم خدوا بالكوا أنه في الفترة الصعبة دي في المطباط في قمة عدم الرضا على الأداء مهم جدا يكون النقط بناء مهم جدا يبقاش فيه هجوم حتى السوميلة ليه؟ لأنه الهجوم في وقت من الأوقات زي ما بيقول كده بيكسر المعنويات بيوصلنا الحالة من حالة الإحباط ولو ده حصل لقدر الله ممكن جدا جدا ما كناش وصلنا أن احنا النهاردة نبقى بنلعب في الدور قبل النهائي وعلى بعد خطوة إن شاء الله بإذن الله ممكنة جدا من الوصول للمباراة النهائية عشان كده بيقول لحضراتكم الحساب في النادي الأهلي ده مش بس على مستوى الإدارات لكن كمان يجب أن الجمهور يبقى أكيد جمهور كبير جدا وعظيم جدا 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 عشان كده دايما اللي بنقوله أنه لازم نبقى منحسب حسب زي ما أنت عايز ما حدش يقدر يقولك تحسب إزاي وتحسب إمت بس بيقوله أنه عشان ما نكونش إحنا اللي بنوجع فرقتنا في وقت من الأوقات لازم شوية نصبر نتريس ونشوف الحساب ممكن يبقى في النهاية عامل إزاي طيب خليني أقول لحضراتكم يمكن زي ما قلت لكم دور المجموعات كان الأهلي يعني مش في أفضل أحواله خلصنا المجموعات في المركز الثاني برسية 11 نقطة بعد ما فوزنا في 3 مطشات وتعدلنا مطشين وخسرنا مطش واحد قدام سينبا بعد كده بقى بدأ مشوار التقلق ربع النهائي المطشات الكبيرة قابلنا سانداونز كسبنا هنا 2-0 وتعدلنا معا هناك واحد واحد ثم دور نص نهائي معها الترجي وفوزنا على الترجي في أرضه بنتيجة واحد سفر أرقام الترجي في مقابل الأهلي كلها بتصب في مصلحتنا الأهلي من حيث المطشات لعب 11 فاسفة 7 الترجي فاسفة 5 الترجي تعادل 3 مطشات وخسر 3 مطشات في دوري الأبطال سجل 14 هدف يعني يقلم الأهلي ب 6 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدف يعني أزيد من نادي الأهلي بخمس أهداف في بداية الدور التمهيدي فازوا على أهلي بنغازي بمجموعة المطشين 3-2 وبعد كده كانوا في مجموعة الترجي مع الزمالك والمولوداء الجزائري وتنجث السنغالي وقدر إنه هو ينهي دور المجموعات في صدارة المجموعة برسيد 11 نقطة بعد ما قدر يفوز 3 مطشات ويتعادل مطشين ويخسر مباراة واحدة طبعاً بتدي نركز معه بشكل كبير من دور التمانية وقدر في دور التمانية إنه هو يقصي شباب بلوزداد الجزائري بس برقلات الترجيح خسر 2-0 في الجزائر وبعد كده رجع تعادل 2-2 تعادل أكسيلي في الشوت التاني من المباراة وبعد كده قدر برقلات الترجيح إنه هو يحسم تأهله عشان يواجه النادي الأهلي ويخسر مباراة الزهاب بهدف دون مقابل طبعاً في مباراة رادسة اللي تبعناها الإسبوع اللي فات عشان نتكلم على مستر موسيماني وطريق لعبه وتفكيره وأيضاً كمان نحاول نشوف أعتقد أن الجيم النهاردة بين الاثنين مديرين فنين جيم كبير جداً وصعب جداً وبرا السيناريوهات التقليدية أو النمطية يعني نتيجة المباراة الزهاب بتفرض على الاثنين يتعاملوا بشكل مختلف عن الطبيعي مش مجرد مباراة عودة في القاهرة لا أعتقد هيكون فيها كتير من المفاجآت من الاثنين مديرين فنين خلينا نتكلم بالتفصيل في أستاذيسة مع حضراتكم بس بعد الفاصل